الصحابي الله عز وجل عد له هذا صحابي خط أحمر أعلى لعقبل أي رواية تمست صحابي من صحابة رسول الله أو تمست بني أمية وهي رواية مغرضة مكذوبة يعني تريد أن تؤثر على هذه الدولة وأن تشل حركة تسعين سنة حكمت الإسلام والمسلمين وبدلت الغالي والرخيص ودافعت عن دين الله وعن منهج الله ولا نزال إلى يوم من الحال نتفيع ظلالها وما قدمته للدولة للأمة الإسلام من خير وعطا لأن أبي الشيخ عبد العزيز يقول الصحابة خط أحمر وهو ليس قادق بها معاوية عنده خط أحمر وأن الصحابة كانوا يشربون الخط حتى الشيخ عبد العبد الوهاب قال بأن الصحابة قال بأن الصحابة كانوا يشربون الخط وهذا البخاري البخاري في جزء الثاني من صفحة مية وثمانية وخمسين حديث 6780 حدثنا يحيى إلى آخر السنة عن عمر بن الخطاب أن رجلا على أهد النبي كان اسمه عبد الله وكان يلقى بحمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي قد جلده في الشرار فأتي به يوما فأمر به فجنيت أو خلا طيل صحابي أمو بحجل الثقافي أيضا أجمع على أنه هذا لم يترك الخمر طيلته حياته فهؤلاء البخاء إذا لم تقبل أن الصحابة خط أحمر لا بد أن تسقط روايات البخاري وتقول للبخاري أنت تجاوزت الخط الأحمر لأنك رويت عن الصحابة أنهم شربوا الخمر بينما أنت تقبل روايات البخاري وأن بعض الصحابة شربوا الخمر ولا حساسة لك في ذلك لكن حينما تأتي المسألة إلى معاوية هنا تقع الإسكانية يكون هنا خط الأحمر هو عن معاوية نعم نعم هو الدفاع عن معاوية وهنا 13 حديث ورد فيه أن معاوية بين كونه يشرب للخمر وبين كونه يبيع الخمر فسيرة معاوية كما وصفها النبي أنه ملك أضوه والملك الأضوه يعني المتمسك بالدنيا والذي يقتن الناس والذي يتجاوز الحدود الشرعية من أجل الوصول إلى مبتغاه وإلى سلطانه